السلام عليكم معكم علي اهلا وسهلا بكم درس جديد اذا كنت اول مرة تشاهده القناة لا تنسى الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس ووضع عليك الفيديو اللي يصلكم كله جديد البعض يتابع القناة لكن ننسى يشترك بالقناة قدما تبع الفيديو تأكد انك ضغط على زر الاشتراك وانفعل زر التنبيهات ليصلك كل يوم فيديو جديد ان شاء الله نتكلم في هذا الفيديو عن الضمائر الاعنكاسية لدينا سبع ضمائر في اللغة الانجليزية بحالة الفاعل بحالة المفعول به بحالة الملكية وصفات الملكية اليوم نتحدث ايضا عن سبع ضمائر بحالة الاعنكاس او نسميها ضمائر الاعنكاسية نستخدم هذه الضمائر في موضوعين او لها استخدامين في اللغة الانجليزية تابع معي نهاية الفيديو لدينا الكثير من العلمات المهمة والاساسية في اللغة الانجليزية reflexive pronouns emphatic pronouns اذا كما نعلم لدينا سبع ضمائر باللغة الانجليزية I, he, she, it we, you, they ايضا قابلها سبع ضمائر انعكاسية I, myself يجب حفظهم بصر myself him, self her, self it, self our, selves yourself your, selves them, selves لاحظ جميعها متنية بالكلمة self لتحويلها على الجمع بدل عن الاف نضع V, E, S يعني نحذف الاف حرف الاف ونستبدلها بV, E, S selves أنفس نفس لماذا؟ لانا عندنا الضمار في بحالة المفرد وبحالة الجمع لاحظ my, self إذن بنفسي myself بنفسي him, self بنفسه her, self بنفسها itself بنفسه ونفسها لغير العاقل يعني غير الإنسان ourselves بأنفسنا yourself بنفسك 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 كما نعلم you لها خمس ترجمات أنت أنت أنتم أنتما وأنتنا وأنتنا لاحظ أنت وأنت مفرد نستخدم yourself لاحظ بنفسك أنتما أنتنا جمع لذلك you هي مفرد وجمع كما تكلمنا الدروس السابقة yourself أنفسكم أو بأنفسكم بأنفسكما و بأنفسكنا themselves بأنفسهم بأنفسهما و بأنفسهن myself himself herself itself ourselves ourselves yourself yourselves themselves themselves لذلك لاحظ myself مفرد من جاء من I يعني بنفسي himself بنفسه himself بنفسها itself بنفسه ونفسه غير العقل يعني غير الإنسان لاحظ الأربع ضمائر هذه بحالة المفرد أيضا لدينا yourself بنفسك أنت أو أنت نستخدم بعدها self ظل عندنا ثلاث ضمائر حالة الجماع لا نستخدم ourselves نقول ourselves your selves them selves I myself he himself she herself it itself we ourselves you yourself they them selves ممكن شخص تختلط عليه الأحداث شوي والمعلومات عندنا my تصبح myself his لا نقول his self himself her لاحظ her self لدينا its itself our ourselves your yourself yourselves their selves لكن لا نقول their them يعني قريبة إلها لكي لا يصبح لدينا يتشبك بالمعلومات بناتهم لكن تسايل علي الحفظ لاحظ his تصبح himself وعدنا its itself الباقي لاحظ their لا نقول their them selves إذن لدينا استخدامين لإنفاتيك pronouns للضمار العكاسيين أول استخدام يعني اللي نقول بدون مساعدة أحد يعني عملت هذا الشيء بنفسي أو بنفسها بأنفسهم وهكذا بدون مساعدة أحد مثل she made a cake her self يعني صنعت كعكة بنفسها she made a cake her self إذن بنفسها إذن استخدم her self لاحظ الضمير she حالة الضمير العكاسي نستخدم her self بمعنى بنفسها صنعت كعكة بنفسها made من الفعل make make يصنع made صنع i did myself myself يعني فعلتها يعني أنا فعلتها بنفسي أو أنا قمت بها بنفسي العمل أو عمل ما did من الفعل do كما نعلم يعمل أو يفعل i do it يعني أنا أقوم به أعمله i did it عملته أو فعلته myself بنفسي لن أقول i did it my أريد أن أقول بنفسي إذن استخدم myself إذن أول استخدام عندما أريد أن أقول عملت هذا الشيء أو فعلت هذا الشيء بنفسي أو بأنفسهم وهكذا إذن يعني بدون مساعدة أحد استخدم الضمائر الإنعكاسي الاستخدام الثاني الفاعل و المفعول به نفسه كيف يعني أريد أن أقول نظر إلى نفسه he looked at him إذن لا نستطيع أن أقول he looked at him إذا شخص آخر ممكن استخدمهم لكن أقول he looked at himself بدلاً عن him استخدم الضمائر العكاسي him self نظر يعني هو نظر إلى نفسه لاحظ بعد look استخدمنا at نظر إلى he looked at himself نظر إلى نفسه لاحظ الفاعل و المفعول به نفسه لا أستطيع أن نستخدم هذا الطريقة بدلاً عن ضمير بحالة مفعول به نستخدم ضمير انعكاسي يعني نظر إلى نفسه he looked at himself i saw me رأيتني مثلاً in the mirror في المرآة يعني شاهدت نفسه في المرآة لا نستخدم هذه لاحظ ضمير بحالة الفاعل و المفعول به نفسه عند إذن نستبدل الضمير بحالة المفعول به بضمير عكاسي تصبح إذن i saw my self مثلاً in the mirror في المرآة شاهدت نفسي في المرآة she cut hair with a knife يعني جراحت نفسها بسكين لاحظ ضمير بحالة الفاعل و المفعول به نفسه عند إذن نستخدم بدلاً عن ضمير بحالة المفعول به ضمير انعكاسي she cut she cut self with a knife يعني جراحت نفسها بسكين with a knife إذن الاستخدام الثاني إذا كان فاعل و المفعول به نفسه عند إذن نستخدم ضمير انعكاسي he looked at himself i saw myself in the mirror she cut herself with a knife إذن جراحت نفسها بسكين إذن لدينا استخدامين للضمير العكاسي الاستخدام الأول لنقول أنه بدون مساعدة أحد يعني فعلت هذا الشيء بنفسي الاستخدام الثاني إذا كان فاعل و المفعول به نفسه الضمير الذي يأتي بعده الفعل نسميه مفعول به إذا كان نفسه عنده إذن نستبدأ الضمير بحالة مفعول به بضمير انعكاسي كما نعلم أن الضمير بحالة مفعول به لدينا me him her it us you them إذن بهذه الحالة نستخدم ضمير انعكاسي بدلا عن ضمير بحالة مفعول به لدينا هذه الأمثلة the man kicked ركل الرجل himself إذن نفسه لاحظ the man يأتي الضمير he he نستخدم himself ركل الرجل نفسه she made coffee لاحظ she نستخدم الضمير her self يعني هي صنعت لنفسها قهوة أو أعدت لنفسها قهوة can you help لاحظ the you كما قلنا بحالة المفرد أو الجماع can you help هل ممكنك أن تساعد نفسك your self إذن نفسك أو نقول أنفسكم your selves إذن أنفسكم على حسب إذا كلم مجموعة yourself إذا كلم شخص مذكر أو مؤنث استخدم yourself هل ممكنك أن تخدموا أنفسكم أو أن تساعدوا أنفسكم بهذا الشكل النهائي ندرسنا لهذا اليوم تكلمنا فيه عن reflexive pronouns أو نسميها emphatic pronouns الضمار العكاسية وكيفية استخدامه باللغة الإنجليزية أتمنى قدمت شيء الفائدة إذا عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة وتفعيل زر الجرس وضع لك الفيديو ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته